سلام الله عليكم مشاهدين ومرحبا بكم في قهوة جرنان صباحكم سعيد وملئ بالحيوية إن شاء الله أهم ما جاء في الصحف الوطنية أقرأ لكم أهم العنوين استشهاد 11 عسكري وجر خمسة آخرين في اعتداء إرهابي بتيزيوزو حريق مهول يلتهي مطعم طيبة فوت في القبة بالعاصمة نحن في المعارضة لكن مرحبا بمناصب الحكومة وعشر سنوات إحفاء من الضرائب لشباب أنساج هذه العنوين جاءت في جريدة النهار وقت الجزائر قالت الدستور قبل نهاية السنة وبرلمان جديد في 2015 واستدعاء مكتتبي عدل الجدود ابتداء من 15 مايال مقبل الخبر قالت جرحى واحتقالات في مسيرات الربيع الأمازيغي جزائر نيوز نفس العنوان جرحى واحتقالات في ذكرى الربيع بتيزيوزو والمساء عملية صحة بسدعاءات امتحان البكالورية الأسبوع المقبل الأسئلة لم تخرج عن برنامج الفصلين الأول والثاني في الصحف الناطقة بالفرنسي ترجمة نانسي قبل نهاية السنة وبرلمان جرحى واحتقالات في مسيرات الربيع الأمازيغي ترجمة نانسي قبل نهاية السنة وبرلمان جرحى واحتقالات في السنة وبرلمان جرحى واحتقالات في مسيرات الربيع الأمازيغي سنوات إعفاء من الضرائب لشباب عنساج المعارضة ترحب بمناصب في الحكومة القضاء على 37 إرهابي وحج صواريخ أرض جو خلال ثلاث أشهر وحريق مهول يلتهم مطعم طيبة فود بالقبة في العاصمة كشفت مصادر حكومية عن تمديد الأجال المحددة للإعفاءات الضريبية الخاصة بالشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ستشمل المؤسسات التي يتمكن أصحابها من التقليص من حدة البطالة وذلك بتوظيف ثلاث شبان على الأقل حتى يتمكن الذين ينشطون في الولايات الجنوبية والهضاب العليا من تمديد عمر أجال إحفاءات والمحددة حاليا بعشر سنوات بموجب قانون المالية لسنة 2014 إلى 12 عاما أبدت أحزاب المعارضانيتها في التخلي عن مواقفها التي طالما تغنت بها في سبيل الوقوف في وجه العهدة الرابعة وانتقاد ديمقراطية الحكومة الجزائرية والدستور أين طالبت بمرحلة انتقالية وتعديل جذري للدستور غير أنه السرعانة ما تلاشت هذه القيم والمبادئ التي أصبحت مجرد شعارات في سبيل الاستوزار حيث أكد أغلب من تحدثت معهم النهار استحالة رفض المنصب في حال تم استدعاهم للمشاركة في الحكومة ومن دون شرد قضى أفراد الجيش الوطني الشعبي خلال الثلاثية الأول من السنة الجارية على سبعا وثلاثين إرهبيا واسترجعوا كميات المعتبرة من الأسلحة تتمثل في قذائف صاروخية بنادق كلاشنكوف وقذائف مدفعية كما تمكنوا من تدمير ورشات سرية لصناعة المتفجرات نشب أمس حريق النهول بأحد المطاعم المتواجدة في العناصر ببلدية القبة نتج عنه إصابة شخصين باختناق إطراء استنشاقهما غاستانيوكسيد الكربون أين تم إصعافهما إلى مستشفى القبة لتلقي العلاج إلى جريدة الخبر التي قالت جرحى واحتقالات في مسيرات الربيع الأمازيغي ومقتل 16 جنديا في احتداء إرهبي بتيزيوزو تميزت المسيرات في تيزيوزو وبجايا بحدوث مواجهات بين قوات حفظ الأمن وألاف المتظاهرين الذين اجابوا الشوارع للمطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية وخلفت المواجهات التي استعمل فيها الأمن الغاز المسيل للدموع جرحى واعتقالات ورفع المتظاهرون المنتمون إلى الأرسيدي والحركة الثقافية البربرية وحركة الحكم الذاتي الانفصالية شعارات معادية للسلطة أفادت وزارة الدفاع أمس في بيان لها أن 11 عسكريا قتلوا وجرح خمس آخرون أثر تعرض دوريتهم لاحتداء إرهابي في حدود التاسعة والربع الليلة يوم التاسع عشر عفريل الجاري أثناء عودتهم من مهمة تأمين الانتخابات الرئاسية الأخيرة جريدة الجزائر نيوز قالت ندوة وطنية لإعلان عن عتبة الدروس في الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل وكتبت ينتظر أن تحدد وزارة التربية الوطنية عتبة دروس بالنسبة لأزياد من 650 ألف تلميذ ومترشح 650 ألف تلميذ مترشح لشهادة الباكالوريا لدورة الجوان المقبل نهاية شهر أفريل الجاري فيما سيتم الإعلان عنها خلال الندوة الوطنية لمتابعة البرامج وتحديدها في الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل فيما حددت الوصاية تاريخ الرابع من ماي القادم لإجراء الباكالوريا والبيوم الرياضية المساء عنونت دعم الإصلاحات وتعزيز الشراكة مع الجزائر وقالت تتوالى رسائل التهاني من رؤساء الدول والحكومات والشخصيات الكبيرة لمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة جديدة حيث أكدت دعمها لإصلاحات التي بشرتها الجزائر لتعزيز تنميتها الاقتصادية والاجتماعية مع مواصلة تعميق التعاون مع بلادنا في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة الإكسبريسيون قالت الجيونتير لبنطان أراب وكتبت أعلنت الجزائر تحولا سياسيا واجتماعيا أساسيا حيث بعدما نجح العرس الانتخابي الذي أفرز تجديد ثقة في عبدالعزيز بوتفليقة حيث كانت هذه الأخيرة بمثابة الضربة التي قضت على مشروع ربيع عربي في الجزائر على عكس ما تشهده دول الجوار وتكريس الديمقراطية استطعت الجزائر أن تدفن ما يسمى الربيع العربي قالت الإكسبريسيون لسواغ دولجيري قالت إيموت آتيزيوزو وكتبت نشبت أمس موجهات عنيفة بين قوات مكافحة شغب والمئات من المواطنين الذين خرجوا للمشاركة في المسيرة السلمية التي دعت إليها كل من حركة الماك والحركة الثقافية البربرية وكذا حركت المواطناء العروش سابقا بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة وثلاثين للربيع الأمازيغي والثالث عشر للربيع الأسود بوسط مدينة زيوزو حيث خلفت العشرات من الجرحى في صفوف المحتجين وكذا قوات الأمن فضلا عن اعتقال العشرات من المتظاهرين إلى الصحف المحلية آخر الساعة قالت استياء من مخلفات الشركة المكلفة بإنجاز شبكة قنوات المياه بالوادي وكتبت عبر أصحاب المركبات والسيارات عن استياءهم الشديد من الشركة المكلفة بإنجاز شبكة قنوات المياه الصالحة للشرب بلديات الوادي بسبب إهمالها الكل لحالة الطرقات الرئيسية والفرعية حيث تترك الشركة أو المقاولة حالة طريق محطمة في حالة يرتفع عفوا مما أحدث الكثير من الحفر والمطبات وأوقعت خسائر كبيرة لأصحاب المركبات صوت الغرب كتبت تعيش شوارع وهران خلال هذه الأيام انتشار غير مسبوخ لظاهرة التسول التي أضحى يحترفها لجئون الأفريق لسيام الأطفال بالعديد من الأماكن العمومية الوضع الذي أفار حالة من الاستياء مصحوبة بالرأف والإشفاق انتجاه الأطفال ودفع أولياءهم إلى التسول وهذا في وقت الذي يبقى فيها سؤال مطروح خول مدى تطبيق القانون الجزائري الذي يتضمن تدبير وقائية في مجال مكافحة تسول الأطفال نختم معرض الصحافة بتصريح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوضني عمار سعداني الذي قال إن نتائج الانتخابات ترجمت إرادة الشعب الجزائري ورغبته في استمرار الرئيس على كرسي الحكم واستدامة التنمية والمشاريع المسطرة وتطلع لما هو أحسن سيداني قال إن الرئيس له برنامج للمرحلة المقبلة تعديل الدستور أهم عالم المرحلة القادمة لتعزيز الاستقرار والوصول إلى ديمقراطية حقيقية بمشاركة المعارضة في إطار قوانين الجمهورية إلى جانب تثمين دور الإنسان الجزائري من خلال توظيف الإطارات الوطنية لصالح البلاد والنهوض بالاقتصاد الوطني إلى هذا نصل إلى نهاية معرض الصحافة نشكركم على الإصغاء والمتابعة مشاهدينا تحضر معي اليوم سيدة زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي سيدة عسول مرحبا بك معنا أهلا وسهلا صباح الخير صباح النور شكرا على قبولك داوتنا سيدة عسول بداية بنتائج الانتخابات رئيس عدل عزيز بودفليقة انتخب مجددا لعهدى رابعة رئيسة للجزائر بنسبة مشاركة بلغة 51.7 تقريبا نصف الهيئة الناخبة وبنسبة فوز 81.35% سيدة عسول قراءتك أولا في هذه النساب نبدأ بنسبة المشاركة عدل 50.7 والله أولا هذه الانتخابات يظهر لي باللي ما لازمش نشوفه لها باللي هي هدف حد ذاتها الانتخابات وسيلة فقط باش نوصلوا إلى حل مشاكل الجزائريين وشعب الجزائري اللي ينتظر الكثير ولكن من حيث الأرقام كي نشوفه اليوم يظهر لي ما لازمش ننكزه أكثر على نسبة المشاركة بقدر أنا في قراءتي السياسية بقدر ما نركز على نسبة الناس اللي ما نتخبوش لأنه الآن ما يتوضح من هذه الأرقام واللي هي محل جدال هي ما كانش عليها إجماع هذا نسبة لا نسبة المشاركة ولا النسبة اللي تحصل عليها الرئيس ولكن بغض النظر على هذا الجانب هذا أنا ما يلفت انتباهي كرئيس حزب سياسي هو أنه تقريبا نصف الهيئة الناخبة لم تنتخب إذن هذا نصف الهيئة الناخبة مش عجبها الحال ومن تخبتش إذن هذه هي تعتبر في نظري أنا رسالة إلى السلطة رسالة إلى كل طبقة سياسية رسالة إلى كل مجتمع يعني نقول لك كل الفاعلين سياسيين هذه تستوقفهم ولازم تستوقفهم لماذا؟ لأن المواطن اليوم نفهم من هذه القراءة من هذه الأرقام وعدم المشاركة بنسبة النصف هذه قراءة تدل على أن المواطن فقد الثيقة في الانتخابات فقد الثيقة في مؤسسات الدولة فقد الثيقة أيضا إلى حد ما في الطبقة السياسية هذه مسألة ينبغي أن تستوقف كل الأطراف سيد العسلح نتكلم على الحلول قليلي فقط واش رأيك في نسبة فوز رئيس المترشح عبدالعزيز بطفليقة 81% فوز كاسح هكذا علق عليه الوزير الأول قال فوز كاسح عبدالعزيز بالخادم مستشار شخصي قال أن هذا الفوز يعني يثبت أن الجزائريين اختاروا بطفليقة بنسبة كبيرة جدا 81% والله هي في جدال لنسبة المشاركة وحتى نسبة نجاح تأل رئيس كي أن الآن هناك أرقام تتكلم تقول بالنسبة للمشاركة لم تتعدى بين 23% إلى 29% ولكن أنا ما يهمنيش بزاف نعلق على هذه المسائل بقدر ما يهمني هل نجاح الرئيس في حد ذاته هل هو رح يحل مشاكل المجتمع اللي رح ينتظر منه الكثير أم لا هذا هو لأنه كما قلت لك الانتخابات ليش هدف الانتخابات وسيلة للوصول ولكن ما بعد الانتخابات هل الآن كتمت الانتخابات وننتظر أيضا الإعلان عن نتائج من طرف المجلس الدستوري هل هذه النتيجة رح تحل مشاكل الجزائريين والتي هي مشاكل كثيرة تنتظرنا مشاكل سياسية مشاكل اقتصادية مشاكل اجتماعية مشاكل أمنية كل هذه المسائل هذا هو السؤال اللي ينبغي أن نطرحوه ما لازمش نركزه كثير الانتخابات فاتت هذه مسألة تعدينها الآن ما ينتظر هذا هو المهم ما ينتظر سيدة السؤول ما ينتظره الآن هو إصلاحات سياسية وعدة بها المترشح واللي كانوا ناشطين في المدومة بداية بتعديل الدستور حديث عن تعديل الدستور حديث عن إعطاء هامش أوسع للمعارضة بصفة أخرى إصلاح سياسي مرتقب سيدة السؤول في هذه الإصلاحات اللي يعني وعدت بها هكذا المترشح الفائز على زيزم الفليان هو الإصلاحات كما تعرف الرئيس أعلن هذه الإصلاحات منذ 2011 لكن أنا كسياسي نشوف باللي هذه الإصلاحات والوعود اللي وعد بها الرئيس على أرض الواقع كانت فوت كبير بين ما تم الوعد به وما أنجز على أرض الواقع هنا أمثلة كثيرة مثلا حتى تشوف قانون الأحزاب السياسية لما اصدر اصدر أربع شهور قبل الانتخابات الشريعية يعني هذا منع الأحزاب أنها تأخذ وقت في أنها تكون نفسها وتشرح البرنامج وتعرضه على المجتمع بش يكون تغيير في الطبقة السياسية إذن الهدف مش فقط تعلن على الإصلاحات ما يسمى لفيدانانس يعني المهم أنك هذه الإصلاحات حقيقة على أرض الواقع تلقى ترجمة تستجيب وتطلعات المجتمع هذا ما ينفيش بفضل هذه الإصلاحات تم اعتماد حزبكم يعني لو لا هذه الإصلاحات ما كانش كان حزب ليس سيدة السول والاتحاد من أجل التغيير والرقاية بالتأكيد نحن ما لازمش نشوفه دائما إلا أنا من الناس اللي نقول كنت ناولوا القضايا تعالى المجتمع وكنت ناولوا القضايا السياسية لازم تناولوها بطريقة موضوعية حقيقة هذا الانفتاح السياسي هذا ماهوش هدف أيضا في حد ذاته لازم المحتوى هو اللي يكون مهم الآن كيف نتصور حل مشاكل المجتمع وتطبيقها وتطبيقها في أرض الواقع هذا هو اللي يهم نحن مش بعدد الأحزاب ممكن يكون عندك سبعين حزب ولكن هل العدد تعالى الأحزاب هو اللي رح يجيب الإجابات الحقيقية والإجابات الموضوعية لمشاكل الجزائريين اللي رغم ينتظروا فينا كل كطبقة سياسية سيدة عسون لو نتكلموا على حزبكم السياسي الاتحاد من أجل التغيير والرقي كلمة التغيير اليوم التغيير أصبح مطلب مليح الكل الآن يتكلم تغيير التغيير حتى المواطن نتخل في هذه في هذه الأمور تغيير لو نتكلموا على التغيير في حزبكم ماذا تقصدون بالتغيير سيدة عسون حينما بالفعل حتى التسمية تعالى الحزب تعالى تشوف قلنا الاتحاد من أجل التغيير والرقي مش أي تغيير التغيير إلى الأحسن ولكن التغيير اللي نقصده هو أولا أننا نوضع الإنسان في صلب اهتمامنا بالنسبة لبناء الجزائر المستقبل نحن عندنا رؤية لكيف نبني الجزائر في الخمسين سنة المقبلة أولا أي بناء يبدأ طبعا بالبناء المؤسساتي لأن قدرة الدولة وقدرة أي دولة على التحكم في مشاكل المجتمع هو مرتبط بالبناء المؤسساتي وإذا نهضر على بناء المؤسساتي لازم نتكلم أيضا على أنه حان الوقت بعد هذا المدة اللي فاتت منه ذو الاستقلال حان الوقت أننا نبني مؤسسات اللي تكون في خدمة المجتمع وليست مؤسسات لمبنية على الأشخاص أو مجموعات أو أفراد احنا التصور تعنا لازم سيدة أسول سمحيلي فقط هذا فكر يعني هو متعارف عليه دولة مؤسسات في خدمة المجتمع لكن نحن نحن مجتعنا في الاتحاد من أجل تغيير والرقي هو أنه حان الوقت أننا ندير أولا دستور توافقي دستور توافقي لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكتب النجاح والاستمرارية لأي دستور إذا كان ماهوش نتاج إجماع وطني وباش يكون إجماع وطني ينبغي أن كل الطبقة السياسية والفاعلين في المجتمع المدني يكونوا حاضرين ويتناقشوا مع بعضهم ويوصلوا إلى دستور توافقي والحمد لله نحن منحص حظنا في الجزائر أن نقدر نقول لك باللي هناك إجماع على العديد من القضايا يعني مثلا النظام الجمهوري هو محل إجماع النظام الديمقراطي هو محل إجماع التداول على السلطة هو محل إجماع بناء مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بين السلطات نحن في الحزب نتكلم كثير على التوازن بين السلطات لأنه لا ينبغي في البناء باش يكون استقرار في البلد أنه تكون سلطة مسيطرة على باقي السلطات ما نعيشه الآن هو هناك السلطة التنفيذية هي اللي مسيطرة على كل زمام الأمور والسلطة التشريعية مهمشة والسلطة القضائية ماش مستقلة نحن نقوله باللي لازم يكون توازن بين السلطات ونديره أيضا ما يسمى بلي كونتر بوفار يعني السلطات المضادة حتى أي إنسان لو كان تخوله نفسه باش يدير نوع من التجاوز أو نوع من السيطرة تكون سلطات مضادة حتى نضمنه حد أدنى من التوازن سيد عسول قلت أنه فيه إجماع المطالب السياسية والمطالب السياسية للمعارضة سنتكلم عن هذه النقطة لكن الآن سيد عسول هل يمكن أن نحقق هذه الإصلاحات هذه الإصلاحات السياسية تدريجيا أو هل ممكن نحقق هذه الإصلاحات في ظل النظام القائم لأن الكثير يتكلم لك على تغيير يقول لك فوضى إسقاط نظام الآن عدنا نظام سياسي قائم سلطة سياسية تمارس في السلطة هل ممكن أن ندير هذه الإصلاحات في ظل استمرارية وشفنا هذا النموذج يعني كاين شفنا ماليزيا شفنا تركيا شفنا أندونيسيا دول قامت بإصلاحات في ظل استمرارية إصلاحات تدريجيا هل ممكن نقوم بها هي كاين أولويات قبل أن تكلموا على إصلاح الأولوية اللولة هو ينبغي أننا كما قلت ندير الدستور دستور من بين الإصلاح يعني دستور توافق من بين حطوات الإصلاح ولكن لما تجي تدير الإصلاح كاين هناك أولويات ما تقدرش أنت غدوة تبني نظام ديمقراطي مبني على التداول على السلطة وعلى البرامج إذا ما كانش شفافية وإذا ما كانش إصلاح عميق وعصرنا للإدارة لأن الإدارة هنا لازم تكون هي في خدمة المواطن وتكون تضمن مبدأ الحياد تضمن مبدأ تكافر الفرص تضمن مبدأ المساوات بين كل المواطنين والمواطنات مهما كان التوجه تحم مهما كان الانتماء الحزبي تحم رمهنا الإدارة لازم تكون في خدمة كل الجزائريين والجزائريات دون إقصاء أو دون استثناء هذا هو المبدأ اللي لازم الآن حقيقة نحن لنشوفه مع الأسف منذ الإصلاحات الأولى منذ دستور 1989 اللي جاء بالتعددية السياسية وجاء أيضا بمبدأ الفصل بين السلطات ولكن مجاش بالتوازن وحتى دستور 1996 مجاش بمبدأ التوازن بين السلطات اليوم نشاهده باللي مع الأسف النظام تعنا القائم العبقرية تعه كامل جسدها في أنه يضيع الفرص على الجزائر وعلى الجزائريين يعني في كل مرة تعطى للجزائر فرصة ولكن النظام القائم يخاف من التغيير مناش عارفين علش النظام الوحيد في الوجود الآن لازم نروح إلى تغيير ولكن تغيير في شفافية لأنه إذا كان نظام حقيقة راه جاي بنية صادقة وإرادة سياسية صادقة باش يخدم المجتمع باش يلقى إجابات لمشاكل المجتمع المشاكل السياسي المشاكل الاقتصادية تتصور أنت رح نبقاو إلى متى رح نبقاو وإحنا ما زلنا نبنيو الاقتصاد تعنا على مدخولات المحروقات بـ 98% هذه كارثة وكل خبارة في الاقتصاد رحم جزائرين أو أجنب رحم يقولوا باللحان الوقت وهذه ربما الفرصة الأخيرة للجزائر أنها تستدرك الأمور وترجع إلى بناء اقتصاد خارج إطار المحروقات أي اقتصاد مبني على الإنتاج الوطني سنعود للنقاش سيدة عسول لكن بعد هذا الفاصل مشاهدين نبقوا معنا نعود بعد هذا الفاصل عودة مجددا مشاهدين نذكركم أنه تحضر معي اليوم سيدة زبيد عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير ورقي سيدة عسول كنا تكلمنا عن مطلب التغيير تكلمنا أيضا عن المعارضة بغض النظر عن قوة أو ضحف المعارضة هل هناك مطالب سياسية موحدة مطالب سياسية واضحة للمعارضة رؤية سياسية مستقبلية يعني واحدة موحدة حتى المعارضة يمكنها هكذا من الحوار مع السلطة بالتأكيد هو الآن الجزائر رحي في وضع ينبغي على كل الأطراف أنها تكون تتحمل المسؤولية بجدية في أننا نتناولوا القضايا وأمهات القضايا تعالى المجتمع الحاجة اللولة هو قتلك كاين العديد من النقاط فيها إجماع يعني النظام الديمقراطي مجمعين عليه كل الأطراف النظام الجمهوري مجمعين عليه كل الأطراف مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بين السلطات محل إجماع لكن هذه أمور كبيرة سيدة عسو هذه أمور كبيرة لكن الممارسة السياسية نختلف لما نروح للتفاصيل طبعا هذه مهمة جدا كايلي يمشي مع نظام البرلماني كايلي يقول لك أنا نمشي مع نظام الرئاسي هنقول لك هذه هي اللي لازم تكون موضوع نقاش وطني لأنه مش مشكلة المهم احنا عندنا الحظ قلت لك أنه كان العديد من المسائل فيها إجماع وطني الآن كيف نجسد هذه المبادئ على أرض الواقع هنا طبعا هنا وين يبان يبان العبقرية نتعلى الأطراف كل لازم نتعداه شوية الجانب التوجه الحزب بتاع كل واحد والأنانية وحب التصلط لازم نروح إلى ما يهم الجزائريين طيب نضيف لك نقطة أنت قلت لي أنه هناك رؤية موحدة والمعارضة ربما عندها مطلب واحد لكن الآن المواطن ونحب دائما نشرك المواطن في نقاشنا أنه يشوف أنه المعارضة اجتمعت حوالي ست أشهر ما نجمتش تديب ولا مرشح هكذا توافقي لرئاسيات يعني تخيلي أنه معارضة ما تنجمش تقدم لك رئيس تقدم لك مشروع سياسي كبير هكذا موحد صعب سيدة السول لا هو المسألة أنا قلت لك مرة ثانية هو مش مسألة دائمة الانتخابات فقط لماذا لأنه ماش المعارضة لأن المعارضة ما قدمتش مرشح موحد هو أنه المعارضة قالت أولا باللي ما كانش ضمانات كافية لتضمن شفافية ونزاهة الانتخابات وعلى هذا كين المقاطعين وكين اللي راحوا إلى مرشحين آخرين وهذه التعددية هنا لازم حاجة واحدة نتفق عليها كجزائريين ممكن الرؤى تختلف وممكن تصورات تختلف وممكن البرنامج تختلف وهذا أمر طبيع وبالعكس محبذ وبالعكس لازم نشجعه ولكن كان حاجة لازم نتفق ما لازمش نخونه بعضانا لماذا؟ لأنه أنا كنت قعد عندي رؤية في حزب الاتحاد من أجل تغيير وروقي كيف أتصور إخراج الجزائري من أزماتها المتعددة الأزمة السياسية الأزمة الاقتصادية أزمة المدرسة أزمة الصحة أزمة العدالة كل الأزمات المتعددة إذن كيف أخرجها هنا وين لازم نلقى السبل والطرق ونتفق عليها أما أننا نبقى ونعسوا في بعضنا وقال لي أنك الرؤية تختلف إذن أنت مكش وطني ولا أنت متحبش الجزائري هذا هو الانحرافنا السياسي اللي شخصيا ما يعجبني ولازم نفداوة ولكن هذه الانتخابات بينتنا بلي هذا النقاش ما زال موجود في بلادنا رك لاحظت كما لاحظنا كلك جزائريين بلي الانتخابات هذه الرئاسية كمام وصلت بينتنا بلي جانب سلبي جدا في تناول الانتخابات من حيث الأسلوب من حيث التعامل في استعمال بعض الألفاظ من حيث التهجم من حيث يعني تخوين بعضنا البعض هذه بحاجة ميش مليحة ما تشرف لا الطبقة السياسية ولا الناس المترشحين ولا حتى الحكومة يعني كحكومة هذا الشيء لازم نتفداوه الآن لازم نتوجهه حقيقة نطويه الصفحة ونتوجهه إلى المستقبل ما يهمنا هو المستقبل أنا دائما نقول ما نبقاش دائما في الماضي ولا نبقاش نشوفه العيوب بتاع بعضنا نشوفه الجوانب الإيجابية بتاع بعضنا وما نستطيع أن نبنيه معا سويا نحط خلافاتنا جانبا وما يجمعنا نتكلمه في ما يجمعنا وهذا هو ربما اللي رح يمد ميزدقية عند الشعب وهذا هو اللي يرجع الثقة عند الشعب ويعاود يرجع يامن بالعمل السياسي طيب سيد عسول لو نحبوا اللخص وهكذا مطالب المعارضة فيما تتمثل الآن مطالب أهم المطالب السياسية الآن المعارضة وعليش نقول كأن نوع من الإجماع هو أنه لازم نروح إلى ندوة وطنية للاتفاق على دستور توافقي هذه مسألة أساسية الدستور توافقي هذا لازم يكون يكرس الحريات الفرضية والجماعية لازم يكون تعزيز للحريات الفرضية والجماعية في المجتمع الحاجة الثانية لازم يكرس بناء المؤسسات من دولة القانون لازم تكون شعار فقط لكن فيها قوانين هذا هو قوانين ردعية ليس مسألة ردعية لا هي القوانين شوف من يكون مثل أنت إمرأة قانون أنا دائما جسوي ونقول للإنسان اللي يتكلم على دولة القانون المسألة ليس ساعد كل القوانين تعنا مليحة حتى ولو كان فيها العيوب المسألة هو القوانين موجودة ولكن لا تطبق على أرض الواقع أو أننا نديرها ونبعا ندير عكس في السلوكات تعنا والتصرفات السياسية تكون مغايرة تماما ولا مخالفة للقانون وأحيانا حتى تخرق القوانين هذا هو اللي يصبح اليوم غير مقبول والمواطن الجزائري صدقني يعني أنا كمحترفة في القانون في مساري كامل نشوف اللي المواطني يقبل أنه يتطبق عليها القانون ولكن الحاجة اللي ما يقبلهاش المواطن هو أنه القانون لما يكون كيل بمكيالين دو قو دو مزيو يعني تطبق القوانين على فئة أو ما تطبقهاش على فئة أخرى هذا هو اللي أصبح الآن غير مقبول لدى المواطن الجزائري ونحن الآن أنا وش نقول فقط نقول باللي المجتمع الجزائري الآن عنده وعي وعنده نضج سياسي ولازم نحتارمه الشعب ما لازمش نقول له أي كلام الشعب هذا رو يفهم وراه على الطلاع ما يجري في العالم وبالتالي نحن كسياسين كمسؤولين كالسلطة لازم الآن ننظروا للمجتمع الجزائري نقول له الحقيقة ما نبقاوش نكذبوا عليه ما نبقاوش نحاجيوا له خجايات أو الخرافات اللي ما عندها حتى علاقة مع الواقع ونتكلموه بلغة الأرقام ونتكلموه بمشاريع اللي مقبولة وما نبقاوش نديروا في المسكنات ولا نبقاو نديروا في الحلول تاعة الأموال ونسكتور فيها كل مرة سيد أسونا تكلموا على الجانب السياسي دوركم أنتم كسياسيين قلنا الآن تعديل الدستور المطالب الواضحة الآن في تعديل الدستور ما هي سيد أسونا المطالب الواضحة هو أننا نذهب إلى بناء دولة القانون نذهب إلى توازن بين السلطات نذهب إلى استقلالية السلطة القضائية نذهب إلى تعزيز الحرية الفرضية والجماعية نذهب إلى بناء اقتصاد خارج المحروقات نذهب إلى تعزيز دور الرقابة والضبط للدولة شوف الآن ما يجعل مؤسسة الدولة هشة وما يجعل مؤسسة الدولة تفقد المصدقية عند المواطن هو أن المؤسسات هذه تدير قوانين والدير أنظمة ولكن ما كان حتى رقيب على مدى تطبيق هذه الأنظمة وهذه القوانين على أرض الواقع إذن لما لا تكون الدولة حارسة على ضبط ورقابة سواء في الاقتصاد سواء في تطبيق القوانين في كل مجالة الحياة هنا الدولة تفقد مصدقيةها هناك مجلس محاسبة ولكن هل مجلس المحاسبة فعال؟ هنا نديره تقييم هل مجلس المحاسبة الوجود تعه كمؤسسة موجود في الدستور موجود ولكن في الناحية العملية وفي الواقع مجلس المحاسبة ما هو شيء يلعب في الدور تعه كما ينبغي وهذه القضاءة بعد تعه مجلس المحاسبة رغم هم يطالبوا كما القضاءة نظام القضاء يطالبوا بالمزيد من الاستقلالية يطالبوا بالمزيد من الإمكانيات باش يلعبوا مجلس المحاسبة عنده دور كبير جدا في الرقابة على كيفية استعمال المال العام وصرف المال العام هذه مسألة أساسية لأنه اليوم ما نقدرش نسمح نفسنا نستمر في صرف المال العام بهذه الطريقة وبدون رقابة وبدون حسيب إلى متى نبقى في هذا السلوك طيب السيدة السول فيه الآن حكومة جديدة في الأفق ما يتكلم هو السياسيون الآن البعض يتكلم عن تشريعات تشريعيات مسبقة يعني وزير أول من أغلبية برلمانية ألا يمكن في ظل هذه الأمور في ظل هذه الظروف أنه نقوم بالإصلاح المنشود هل ممكن من طرف الحكومة أو التشريع أو سلطة تشريعية أقصد هل ممكن أنه يكون هذا الإصلاح لا هي المسألة لازم نبدأ كما قلت لك بالأولويات ما تقدرش تدير الآن تتكلم على حكومة تتكلم على التشريعيات مسبقة في حين أنه ما كانش دستور توافقي اللي فيه إجمع يعني الأول لازم نبدأه بالدستور طبعا لازم تبدأ بالدستور وهالدستور كما قلت لك ما تديروش فئة أو مجموعة أو مجموعات أو حتى فئة الرئيس اللي راه تم انتخابه لا الدستور دستور تعلجزائر كل وتعلجزائرين كل ولا بغينا نضمنولو الاستمرارية على المدى الطويل لازم يكون دستور اللي نقش فيه كل جزائرين ونتوصلوا إلى دستور توافقي كما صار في بعض الدول وهذا في إمكاننا لأنه عندنا الكفاءات سواء في الطبقة السياسية سواء في المجتمع المدني سواء في الإطارات سواء في النقابات سواء في التنظيمات المهنية كاين كفاءات اللي قادر اليوم تقدم دستور يكون في خدمة المجتمع ثانيا لما تدير دستور أنا ما نحبش دائما كاين الناس اللي تنادي الآن تقول لك لازم نروحوا لانتخابات الشرعية مسبقة راح نطحوا نطحوا في نفس المشكل تعرف عليها لأنه الوضع كما هو الآن يعني الخريطة السياسية لم تتغير لحد الآن لماذا؟ لأنه كاين أحزاب استفادت من أموال الدولة طوال سنوات عديدة وكونت روحها ولكن الأحزاب جديدة اللي جات على الساحة الجديدة في ظل الإصلاحاتها 2012 هل هذه الأحزاب مش ممكن أنه حزب يعني حزب تأسس في 2012 راح يفوز بمناصب في تشهيل هذا هو مصار سياسي لا 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 ما تحسبش باللي نقول لك أن نحطه من حيث الميزان